هذا وسيتم بث حفل منح جامعات الشارقة أولى شهادات الدكتورال فخرية إلى حرمي صاحب السمو حاكم الشارقة سمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي رئيسة المجلس الأعلى لشؤون الأسرة ومعالي عبد الرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع والدكتور عارف النورياني المدير التنفيذي لمستشفى القاسمي بعد نشرة أخبار الدار في سياق آخر تفقد صاحب السمو الشيخة دكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس جامعة الشارقة عصر اليوم معرض التصاميم المبتكرة لمبنى الرئيس والمخطط العام لمشروع واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكارة في إطار حرص سموه الدائم على الاطلاع على كافة المشاريع المستقبلية في إمارة الشارقة تفقد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة ورئيس جامعة الشارقة معرض التصاميم المبتكرة الفائزة بالتصميم الرئيس والمخطط العام لمشروع واحة الشارقة للتكنولوجيا والابتكار وتعرف صاحب السمو حاكم الشارقة على دلالات وتفاصيل التصاميم التي نفذها طلبة الهندسة المعمارية بكلية الهندسة في الجامعة حيث قدمت طلبة تصاميم تتناسب مع أهداف وتوجهات الواحة مثل العمل على إجراء البحوث العلمية التطبيقية لإنتاج تقنيات وابتكارات جديدة من خلال توفير بيئة ملائمة للإبداع والابتكار وتنمية المشاريع الاقتصادية المعرفية والعمل على إقامة شراكات مع الجامعات والمؤسسات والقطاعات ذات الصلة كما قدم طلبة قسم الهندسة المعمارية 17 تصميما معماريا مبتكرا للمخطط العام لمقر واحة شارقة للتكنولوجيا والابتكار واتسمت التصاميم المعمارية التي قدمها الطلبة بالطابع الإسلامي المتطور ممزوجة بالحلول المعمارية المعاصرة والبنية التحتية والحلول التقنية والمستدامة وستصبح الواحة كما هو مخطط لها مركزا للبحث والابتكار والتطوير وتوفير الفرص الملهمة لمجتمعنا وقطاعات الصناعة والأعمال وإتاحة المعرفة والمهارات المتقدمة للخريجين كما ستدعم البحوث التطبيقية الرائدة في مجالات جودة الحياة والصدامة المجتمع لذلك وضعت ضمن أولويات خطتها الاستراتيجية أن تكون كيانا يلتقي فيه كل من القطاع الحكومي والصناعي والأكاديمي والمجتمعي وستعمل الواحة أيضا على تعزيز وتطوير المنتجات والخدمات الرقمية والتكنولوجية حيث من المستهدف لها أن تضم عددا من المراكز والمنشآت والمرافق والبنية التحتية لخدمة التخصصات العلمية المستهدفة من أهمها تكنولوجيا المعلومات والاتصال والذكاء الصناعي والروبوتات وستسهم أيضا في مجالات متعددة كالتطورات الطبية في الأجهزة والأدوية واللقاحات والإجراءات والأنظمة بالإضافة إلى تكنولوجيا علم الفضاء والاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء البيولوجية وغيرها الكثير